المدينة القديمة 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 هقدر معنا بشكل بسيط جداً كيفاش كانت قبل الآزمة دي الكورونا هن profitable قبل الآزمة دي الكورونا كانت سياحة سياحة مزيانة زب 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 وكانت الدنيا منعشة وكانت مدينة بس منعشة كثيراً بجميع القطاعات جميع القطاع السناعة التقليدية ولا ليزوتال ولا الإسطورات ولا الكل شيء كانوا احتى المرشد السياحينين منعشين وكانوا احتى الفوقيد منعشين وكان الجميع الحمد لله كانت بخير وعالى خير لكن ما بعد هذا فإن الكل تضرر كثيرا وكل تضرر كثيرا فليس أنا واحد من الناس المتضررينين والآن عدة من الشباب وعدة من الرجال مثلي لا يعملون شيئا فإنهم يجلسون في باب بوجلود ونجلسون بباب المطاعم وبباب الفنادق لكي نتعامل مع إحدى الإخوان أو بعض المسافرين أو بعض الناس الذين يجيؤون لزورنا مدينة فاس ولكن نسبة قليلة قليلة ضئيلة 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 كثيرا 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 نتعامل مع إخواننا المغاربة الذين يأتون من مدينة مراكش أو من مدينة الدار بضاء أما بالنسبة للسياح الأجانب فأيا لا ليس هناك سياح أجانب بكثرة لأن الكل تضرر ومن دخل من السياح في هذه الساعة فإنهم لا حول ولا قوة إلا بالله نعم لأن السياح الذين يأتون إلى مدينة فاس وليزورنا مدينة فاس فإنهم ناس يأتون لقد حالهم لأن الأزمة التي وقعت لهم تهم في بلادهم فإنهم لا يدخل إلى كل وقت قبل كورونا لأن الوقت قبل كورونا كانت الدنيا مزيانة بزاف كانت الدنيا غزالة 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 بزاف كالكل يتمتع الكل الحمد لله أعطي صور واحد القوة يومي باش يصرف على ولداته باش يخلص الدول ما ولكلا دياله لأن الأغلب يستحق من نحن الناس لأننا لا حول ولا قوة لنا إلا بالله والله ينصر سيدنا والحمد لله لعوننا في كورونا ودعمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله دبا الوضع شوية صعيبة بالنسبة لكم عندكم لدي دار شوف أخويا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي والأسرة ديالي أنني أنا مخام متضرر كي نعيدة من الناس مثلي ليس أنا الواحد بل مئات من الناس مثلي وأكتروا مني وأكتروا مني أنا تقول لك دبا والحمد لله وجدت ولدات تعاونني بعد ساعة مساكن وكي نغددك ويخلصوا علي مسائل شحمل حاجة وتعاونوني 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 عندي ولدية تدير تسعود عشرين عام عندي ولدية تدير تنين عشرين عام عندي بنيتك تدير تناشن عام هم يشغلون هنا في فات ولا خارج مدينة؟ لا يشغلون بمدينة فات يتعاونوا التجار يبيعون مع التجار في الجطياء وفهدي وفهدي كي يعاونوا بتحويجات بائعين لهم والدين هم اللي كي يساعدوني بعد المعيشة ديالي والحمد لله بعد ما توفت والدتهم رحمها الله بقيت معهم لمدة سنة أو سنوات وأكثر فلم أجد بديل ولم أجد من يربي لبنتي الصغيرة لأن البنتي الصغيرة تركت لها لأمي في عمرها ثلاثة سنوات فمن يعينها ومن يربيها لهذه البنت لأن المرأة هي لك تربي المرأة والمرأة هي لك تطلع المرأة وهي لك تتعلمها وهي لك تربيها وتعطيها السلوك الحسن وتعطيها والأب من جهة أخرى يعلمه ويتعب لكي يقلبي واجبة للحاجيات با يوسف باش نخاف نفس الموضوع الآن با قطعة سياحة هنا نعم هاد الفنادق والمطاعين والصحاب الاتجارة كيفاش عايشين دابا بكل سر بكل السيدق هاد الناس عايشين معدبين عايشين مرتين لأن كل واحد بكل فرض من هاد الأفراد عليه دين كثير عليه هم ديونه كثيرة بالنسبة للضوء بالنسبة للما بالنسبة للكيراء بالنسبة لعدة حاجات عماين أخوتي هما قرسين هاد الناس و هاد المعلمين باش غادي يخلصوا باش غادي يجيهم هاد ستة المليون و هاد عشرة المليون و هاد ثمانية المليون باش يخلصوا غير دول ما باش هاد العمال احنا العمال اي واحد كان عنده ستات من يد العمال جرى على ثلاثة و ربعا ما شي جرى عليهم قل السهم اللي على روتان ما تحسن الدعوة و كده تخدموا جوج ثلاثة هاد الناس را هم درين بزاف أخويا راه فاس أخويا الضمرات و فاس ما بقاش بها ما يطلق أخويا من حيث السياحة راه كل شي واقف و كل شي شي كي يعني العين بصيرة و ليد قصيرة والله ينصر سيدنا لكي يلتفتنا و كيشوف فينا ولكن اخويا احنا مدينة فاس تخلوا عنا الناس المسؤولين عن السياحة لأن الناس المسؤولين عن السياحة ما تيندروش لنا حنايا ما كيندرو لهم غيهو ما لأن اي واحد راه عنده تبار كلها بزاف و بزاف و بزاف و بزاف ولكن احنا بالنسبة لنا ما عندناش عندنا الله سبحانه وتعالى فانتنت رجاء من الله سبحانه وتعالى يزيل الوقت والحمد لله ربي بدي رفع علينا هاد الوباء وكنت منه على الله تولي مدينة فاس الى المجرى هالأول فاش كانت سياحة فيها زهرة وكانت سياحة فيها غزلة وكان الكلتا وحد ما يكيتا بتلا واحد كل اخا يتغيف شغاله كل اخا يتغيف ضروف ولدته كانوا الابناء الحمد لله واكلين بستوري اللابسين او دب هدي عمين واش دري دب هدي عمين الوكيل في السبرديلة بين لا عليك هدي عمين ما تشيريش المراتك تجلبا هدي عمين وانتقلس هكا بهذه الحالة بلا عليك ما تخلص الدول ما دي الكرة دي الكلا وانتع الحكومة والحكومة هاتش انتع الدولة وإلا تقطع علينا ودول ما كي غدي تكون الحياة على هات الحياة نقوله الماكنا نصبرو عليها ايوها الدو او الماك كي غجير الانسان اي شبقا مع الدب هاد الحياة هكا أما بالنسبة للسياحة الخوتيرة مدينة باسمت السياحة ديالها أرغم أنه تفتح حدود ورغم أنه يدخلوا بعد السياح أرغم أنه يدخلوا بعد السياح أرغم أنه لا حوله ولا قوته إلا بالله وقد تدخلوا بعد نسبة ضائلة 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 بالزاب وتأهد الناس اللي جايين من العرب الرأة تجيبهم جاي أخاوية مساكن أرغم أنه كانت تستمر في أوروبا وكانت يديره وكانت يجيب معاه الفلوس وكذا وكذا كذلك يقولوا كذا كي يجري السلوطة كي يأخذ راحة وكي يقري بش مما أبغى كي يشي يأكل يأكل يبغى ويأكل بش مما أبغى اليوم جايين حدوم قدوم أرغم أن يدفع الناس اللي جايين هم يقولون دخول سأقول تقولك نو Merci و Thank you my friend لأنه جيبوا مقصح أرغم أنه تسمعوا بأنه أجنبي دخل لمدينة باس أرغم أنه دخلوا عندهم الفلوس وعندهم كذا وكذا أرغم أنه تدخلوا دفاع تسمعوا بأنهم تحطبوا الحدود وراء الأجانب يدخلوا عندنا. لكن مرغم ذلك راكينا وخواهين ما كان هناك شيء حاجة. لا يريدوا لك أننا نشخدامين. لو كانت الخدمة بصوصاك. لقد كانت الخدمة بصوصاك. كانت هذه المعلمة دخلنا ستاونا سبعة مننا نحن الذين يقلسون. هذك الأخر المقلس عشرة وثانية العيالات وثانية عيالات وقلسوا، وما رأي أن يتدخلهم يقلسون. يقول ملعب الان لموت يتعلق السوداء ومجد ميزان تجاوزهم هذا المصعد يتعلق لتجاوزهم ماذا تجعل؟ وما الدفاع دعائم؟ وما ندخل في دارنا؟ وميرسوم سبا يجعله سواء yجيلات فقد للمتعة وميرسوم فيه نصل جيدا وميرسوم فيها هذه عامات جمعات نسبة مالية غريبة هذا الرجل عنده قطيل جاء عشرات المليون عباد الله وتمني هذه المليون والرجل مخدمش عماين هو قلس لشمر مسدودين كل شيء مسدود ولا حوله ولا قواته إلا بالله العلي العظيم وهذه الناس قاعد مكيندروس لهذه الحالات هذ الناس يعرفوا تقولك بأنك يقتع الدولة ولا يقتع الكلمة ولا الدير ولا الدير بالنسبة لنا اخي احنا الناس اللي مازال في قضاء عائدة احنا شغل نقولك احنا وحد البيئة تنحمد الله ونشكره ورغم انهم جموع علينا الدوم جموع علينا المام جموع علينا هذيك تنرجعوا الله سبحانه وتعالى احنا كالرغبوت احنا من الناس المسؤولين على الكهرباء وكذا وهادي وهادي يحاولوا معنا ويدوروا معنا واحد تسهيلات لان لا حول العين بصير اخوتي راحنا هيك نشوفه بعينينا راحنا مكرهناش ارتا واحد ما كيبغيش واحد يقول له عطين يرزقي ارتا واحد ما كيرضبش واحد يقول له ارتا واحد يقول له عطيني رزقي ارتا واحد يرزقي تنسى المسؤولين انتع مدينة باس الله يكثرهم خيرهم من الجميس البلادي من العامالة من الناس قاعدين يكلفين الله يكثر خيرهم يدروا واحد التفاسة يدروا واحد ضويرة علينا ايش معونا كون احنا هذي الناس اللي قارسين يدروا معنا واحد البديل انا عندي في عمريكو ستان عام انا كان متضرن الموت ما متضرش حاجة ورغم ذلك انا كان قلّف دابة في البنية في الماكن نخدم حلاش لان ما مترضاش مشي ميد وحد اخر نقول له اعطيني الله خي قول الرقم ذيالك اللي بغاشي واحد يشوف وتنطلب من الاخوان اللي شابه هذا الفيديو ذيالي انا راني اسميتي غزي اليوسف رقم الهاتف ذيالي 06-91-05-01-19 ورا اي ميدان واي خدمة في الماكن نخدم راني نخدمها رغم ان العمر ديالي اللي يتجاوزوا ثلاثين واسسين عاما رغم ذلك نقلب ركيني الناس اللي من العائلة يمكنني مشي نقول لهم كل نار يعطيني ولكن لا حشو ما باش انا نجنطق على الإنسان عطيني كل نارك عطيني لناك لا ولا تتعاول استعرخ الدكة للناس ركيني الناس وكيني الجواد لاصحابنا وذلك الحمد لله كيجيوا وكيشوفوا من الحنة بعد ذا حضات تنجيزيهم بخير وكنشكر اخوان جميعا قاع اللي كيتعامل مع الناس اللي ضعفا وقاع اللي كيحن لان يا اخي يا اخواني يا اخواتي راه الدنيا فايتا راه كنا راه انا عند هاد الحالة اخوانه عندك حبيبيك تاورى في هاد الحالة عمك تاورى في هاد الحالة باك راه تاورت هاد الحالة اختك تروى في هاد الحالة انتبا كل الإنسان المسكين ديالكم وولد العربية ديالكم اذا نقولوا عايش المالك عايش سيدنا سيدنا اليسرو راعيا ولكن مسئولين يتعطيهم لما مسئولية ويتعطيهم لما أمان يجبها رغمك تصل ناش رغم ما كانت تصنناش ولا بتاب كلمة طيبة رغم ما عمم اللي تذكرون هنا ما جاءتشي واحد تسوينا وكان شكر هذا الناس و هذا القناة والله يزيزيهم بخير والله يكتر على هذا الأخ هذا اللي التابت معنا وكان صدفة صدفة رباني الحمد لله وزقني و بتفتح لي المجال ومسألني واش مكلي و تلايين عم السيدين لورجور أباش نتكلم ونهدر على الحقيقة ونهدر على الواقع خوزي الله يزيزيكم بخير رأى أبناء مدينة باس كلهم مضمرين 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 ورأى الناس رأى كين لسبعين عام وتيجي وكان يمشي يطلب وحنا من الإخوان وكان عارفوا هاد الناس لي مولاد البلاد وكان شوفوا بعينينا وحنا ما كان قدوش تأزعلينه ولكن تزقول خليهم سكيني كتر خيركم رأى حن حن لأن الله اليوم صبح الدمير مقصوم على قسمين كين دمير مشاغل المحاسبة وكين دمير في الحنان هاد الزمان تغلب دمير المحاسبة على دمير الحنان لأنه النهار الأول من اللي كنا كانت كبرو كبرونا والدينا الأصالة على كل شيء احنا أولاد مدينة فاس عشنا واحد الخير اللي مع مرشبوش بلاد الله ملك الحمد العلم من عندنا تفرع التربية من عندنا تفرعات ولكن تخلطنا الله يكتر خيركم لأن البداية نحن أولاد فاس ولا كي يقع الموضوع كلها قال الحمد لله كنا كنا نطلعون وبدأ صالحة كنت يطلع الشباب صالح كنت يطلع كنت يطلعون لأنه يطلعون لأنه وقت دارته لأنه أولاد مكثرت عليه نحن نهار الأولاد والناس أخوثي أمواسي الله يكتر خيركم من نهار اللي كنا بدينا نكبرو دخلنا كنقراءوا في المسيد تنقراءوا القرآن الكريم تنقراءوا القرآن تنقراءوا على التربية الحسنة تنقراءوا ونسمعوه تنقراءوا على مدينة سباس مدينة مكناس مدينة الدربية مدينة الطنجة الداخلة العيون الحمد لله ولكن كل مدن عند هذه الحمد لله نحن أمام مدينة سباس بالنسبة للسياح أخوتي ما أريد أن أقولكم لا حولها ولا قوتها إلا بالله العلي العظيم اللي عنده الجرآ واللي عنده الإمكانيات يجي درغي دورها ويشوف غيب عينيه ويقبب مجلد ويرمز بعينيه ويجي عاية لفادا ويقلسوا أنا في القهوة ويشوف شنو كاين بعينيه ويأخذ العبرة بعينيه ويعرف شنو كاين ربما يجي لكم سخوتي بأنه رات حلوق الحدود رات السياحة داخلها مدينة سباس راء فيها السياحة مركسر فيها السياحة إياه كاينة واحد سياحة واحد النسبة دائلة دائلة لأنها النسبة بريد خلات أقسموا لكم بالله أقسموا لكم بالله والله ما تكفي بالله ليه باطرون بالله العلي العظيم حتى باش يخلص ستشهور نتعى الدول ما ولكلال اللي عليه والله لا خلص عليه حتى ستشهور نتعى الداربة ولكن الحمد لله والشكر لله الحمد لله وبعد هذي احنا ربيح الحمد لله زعلينا هذي وابا تنتمنى الله الخير أوليداتي تنتمنى الله الخير وأنا راني كان طلب من أي إخوان ومأي واحد شافني من الميلادية اللي را عندكم الله يكترقي لكم رأى أي حي ضومين أي موضع نخدم فيها أي حاجة نخدم فيها أخوتي لماذا؟ لأن أعزت النفس والشرف رغم أن كبر السين ديالي لا مازال الحمد لله فيها ما تمزلتها بشي وما زالك نجي الحمد لله اللهم عليك الحمد لله وشكرا جزيلا وكان شكر للقناة بزاف وكان شكر الأخ اللي يجزيه بخير والله يجزيكم بخير والله يكترقيكم وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرك الله ينسترسيدنا شكرا باي يوسف إذن متابعينا ومشاهدنا الكرام اللي كان معكم باي يوسف هنا من المدينة القديمة بيفاس باي يوسف كيطلب العمل شريف كيطلب عنده ثلاثة وستين سنة وما زال بغي الشغل ما زال بغي يخدم كيطلب يكون في شي عمل اللي هو شريف ما عندك تشي ورقة ما عندك تشي ورقة نعم إذن متابعينا الكرام اللي يعرف شي مكان اللي أنه يخدم فيه يكتب القوت اليومي دياله بشكل محترم فتوصلوا مع السي يوسف دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته